الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً التطورات في قطاع غزة ويسددان على ضرورة العمل لتجنب توسيع دائرة الصراعي بالمنطقة أمام محكمة العدل الدولية تهمات بالجملة لإسرائيل بارتكاب إبادة جمعية في غزة إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة وقوات الاحتلال تواجه هزة من الداخل بشأن نتائج العدوان السادسة مساء بتوقيت القهراء الرابعة بتوقيت جينتش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك تناول تطورات المشهد الإقليمية في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين مشيراً لأن الرئيس السيسي شدد على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها كما أكد متحدث الرئاسة أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة حيث تم التجديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارتة الإنسانية بقطاع غزة وإنقاذ أهالي القطاع من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن تصفر بهد التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية والوفدة المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكية نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للسيد الرئيس منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على استمرار التنصيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية حيث حرص وزير الخارجية الأمريكية على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع التساع رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة تواصل مصر بدل كل الجهود الممكنة على مختلف الأصعدة لإنهاء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة المواقف المصرية تابتة جدد الرئيس السيسي التأكيد عليها خلال القمة الثلاثية مع رئيس الفلسطيني والعاهل الأردني في مدينة العقبة الأردنية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل الجهود المصرية الهادفة لإنهاء العدوان وحقن الدماء بالتوازي مع جهود تسهيل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة في هذا الإطار تأتي اللقاءات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع مختلف القادة والزعماء وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين اللحوة الفارقة التي يعيشها الشرق الأوسط والمنطقة العربية استدعت لقاء القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني في مدينة العقبة الأردنية حيث حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف لضمان وحدة الصف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة وخلال القمة استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة مشيرا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم في مصر وفي ظل أهمية القمة وتوقيتها توافق الزعماء الثلاثة على الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير المواطنين الفلسطينيين خالج أراضيهم كما تم تأكيد الرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم والطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة إلى جانب تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة طاولة مباحثات القمة لم تغب عنها التطورات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة إذ حذر الزعماء الثلاثة من خطورة الأعمال العدائية بالضفة والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية كما تم تأكيد رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية وضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إنه يهدف لتوصل إلى سلام يضمن لشعب الفلسطيني التعايش بسلام مؤكدا أن موقفه يتعلق بدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين وخلال مؤتمر صحفي عقب رفع محكمة العدل الدولية في لهاي أولى جلسات مقاضات إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة شدد الفريق القانوني على أنه ليس هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة مشيرا إلى أن المناظر المروعة التي شهدناها في غزة حولت القطاع إلى قبر كبير العالم لم ينجح في وقف أعمال الإبادة الجماعية التي تتكشف أمامنا في غزة والأسرة الدولية تتبنى موقفا سلبيا تجاه تلك المجزر والمذابح النساء والأطفال في مخيمة اللاجئين وفي المدارس وفي المستشفيات استهدفوا ما أدى إلى ما تسبب في أزمة الإنسانية ونحن نطالب وبشكل قاطع الأمين العام الأمم المتحدة أن يقوم بتفعيل مادة النادر استخدامها المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والأمين العام أنتونيو جوتيريس في 6 ديسمبر طالب مجلس الأمن بالقيام بما هو لازم لمنع كارثة إنسانية هائلة ومع بدء جلسات الاستماع أكد وزير العدل بجنوب أفريقيا رونالد لمولا أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطع غزة وانتهكت اتفاقية تمنع جرائم الإبادة الجمعية وشدد ممثل جنوب أفريقيا أمام المحكمة على أنه لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة أن يقدم أي تبرير لانتهكات الاتفاقية في السادس من أكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطع غزة على الأقل قامت إسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير حيث أن إسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير وذلك على أرض غزة إسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت الاستعمار من قبل إسرائيل ونقوم بإدانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى لا يوجد أي هجوم بغض النظر حتى وإذا كان الهجوم الذي أدى إلى فضائع لا يعد مبررا أو دفاعا لأن نصل إلى خرق هذه الاتفاقية هذا ويستعد الفريق القانوني لدولة الاحتلال للمتولي غدا أمام محكمة العدل الدولية في جلساتها الثانية للرد على اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجمعية كانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلساتها لنظر الدعوة قدمتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة حيث اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام المحكمة بأنها دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة وأن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة مشيرة إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبينما تواجه إسرائيل اتهمات بالجملة حول انتهاكاتها التي ترقى للإبادة الجماعية بغزة عن عمد تتجه أنظار العالم إلى محكمة العدل الدولية علها تنطق بكلمة تنقذ الإنسانية المزيد حول محكمة العدل الدولية واختصاصاتها نتناولها في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر تاريخ طويل من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فمنذ عام 1948 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر عدة استشهد خلالها ألاف الفلسطينيين المدنيين ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يواصل الاحتلال اعتداءاته بحق الفلسطينيين في الدفع الغربية وقطع غزة مما أصفر عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطينيين لم يكن السابع من أكتوبر الماضي بداية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الفلسطينيين بل بدأ الأمر منذ عقود طويلة عبر تنفيذ سياسات القتل وإجراءات التدمير الشامل الممنهج للمدن والقرى الفلسطينية فضلا عن إجراءات التهجير الجماعي الشامل للسكان الفلسطينيين وجاء السابع من أكتوبر ليعيد الاحتلال الإسرائيلي كشف حقيقته التي طالما سعى لإخفائها فتجاوز بطشه قصف المدنيين العزل بشكل عشوائي إلى قصف مستشفيات تحمي هؤلاء المحتمين من قنابلهم فكانت صور مئات الشهداء والجرحة جراء قصف المستشفى المعمداني دليلا للعالم كله على ما هي عقيدة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تفرق بين طفل وأمه في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أخرى في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة أدت لسقوط أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحة وفي ديسمبر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة أوقع شهداء وجرحة ووصل حد الإجرام الإسرائيلي إلى أن أزيلت عائلات فلسطينية بأكملها من السجلات المدنية بموت أفرادها في ضربات ممنهجة وتقول التقديرات الفلسطينية إن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر قد تخطى 23 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء كما أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على مختلف المستويات طالبت مرارا بإبادة الشعب الفلسطيني بل واستخدام قنبلة نووية لمحوهم من الوجود آليات الاحتلال الإسرائيلي سوت منازل بالأرض مما يجعلها مناطق غير آمنة ولا يمكن السكن فيها وهو ما يعد إجبارا لسكان القطاع على النزوح أعداد الشهداء الفلسطينيين على مر العقود الماضية والأوضاع المأساوية الحالية في غزة تهيد بالتأكيد تاريخا طويلا من الممارسات الوحشية والانتهاكات الإسرائيلية إلى الواجهة انتهاكات تنتظر عدالة لضحاياها من الأرواح المنكوبة وعدالة ربما ينظر إليها على أنها غير ملزمة وتبقى أسماء الشهداء الفلسطينيين والبيوت المدمرة والشوارع المنهكة شاهدة على بطش احتلال لا يعرف للإنسانية أي معنى لليوم السابع والتسعين يتواصل العدوان الإسرائيلية على القطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وصحية ومعيشية لا يتحملها بشر ويتواصل القسف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع سبعة وتسعون يوما من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولا يزال نزيف الدماء الفلسطيني يتواصل مخلفا آلاف الشهداء والضحايا ومئات الآلاف من النازحين والمشردين وسط أوضاع إنسانية وصحية ومعيشية لا يتحملها بشر تواصل القسف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما أوقع عددا من الشهداء والجرحة ودارت اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريغ والمغازي بعدد من القذائف وفي رفح التي أصبحت الملاذة الأخيرة لأهالي غزة هربا من القصف الإسرائيلي عنيف تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية من الجو والبر والبحر وأعلن الاحتلال الإسرائيلي انتقاله إلى مرحلة جديدة في الحرب تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافا في وسط قطاع غزة وجنوبه وذلك مع اقتراب الحرب من دخول يومها المئة وسط تزايد التحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات والأطراف الدولية من الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع مع تواصل الحصار والقصف والمعارك وجه جنود احتياط إسرائيليون مشاركون في الحرب على غزة انتقادات لقيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية طريقة العمليات العسكرية والنقص في الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية قائلين إن هذا الأمر يلحق داررا بالقتال وأعلن موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن هؤلاء الجنود انتقدوا دباطا في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لكونهم يزورونهم داخل القطاع من أجل انتقاط صور توحي بأنهم يشاركون في القتال ثم يغادرون بينما أعرب الجنود عن استياءهم من الجيش الإسرائيلي حيث قالوا إن لديهم الكثير من الملاحظات بشأن القتال وتشمل ملاحظات المعلومات الاستخباراتية التي لا علاقة لها بما يحدث على الأرض والخطط العسكرية التي لم يتم تحديثها أبدا التقى مستشار الرئيس الأمريفي أموس هوكشتاين التقى رئيس حكومة تصفيف الأعمال في لبنان نبيب ميقاتي في العاصمة بيروت وتأتي زيارة هوكشتاين إلى لبنان في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف حدة التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تتبادى الجماعة حزب الله اللبنانية اطلق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي وما تبعها من عضوان إسرائيلي على قطاع غزة وتوترات في منطقة الشرق الأوسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العضوان المجتمر على قطاع غزة تسبب العضوان على غزة في رفع إسرائيل لنفقاتها إلى مستويات قياسية بلغت 54 مليار دولار مما يستغرق وقتا طويلا لإعادة تنظيم الاقتصاد الإسرائيلي يضيق الخناق يوما بعد يوم على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بشكل كبير من تداعيات التصعيد على قطاع غزة وتتشبث سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأي قشة قد تنقذ بيانتها الاقتصادية وقد تأثرت أنشطة الاستثمارات والأسواق المالية مع زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي فنزفت برصة تل أبيب أكثر من 16% من قيمتها السوقية بخسارة تجاوزت 62 مليار دولار كما انخفضت أسهم البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 31% وفقدت الاستثمارات الإسرائيلية في المحافظة المالية الأمريكية أكثر من 14% من قيمتها فيما تكبدت الأسهم الدولية المرتبطة بإسرائيل والمقيمة بأصول تبلغ 43 مليار دولار إلى خسائر زادت على 14% من قيمتها في الأسواق العالمية والبرصات الأجنبية وصناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية أما الشركات الإسرائيلية المدرجة في البرصات الأمريكية والتي تتجاوز 100 شركة فقد خسرت أكثر من 15% من قيمتها وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي يرى الخبراء أن الأزمة لن تكون عابرة وإنما طويلة الأمد بعد أن أدى التصعيد العسكري في غزة إلى رفع النفقات إلى مستويات قياسية كبدت تل أبيب نحو 200 مليار شيكل أي 54 مليار دولار بحسب الخبراء فإن محاولات معالجة الوضع لن تكون مهمة سهلة بل إنها ستعيد المشهد الاقتصادي في إسرائيل عقدا من الزمان وصل معدل الإنفاق على الأمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% لكنها ارتفعت الآن إلى حوالي 6% ما يمثل ضررا بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي وعلى المدى القصير لن يكون هناك مفر من زيادة الديون والإيرادات بما في ذلك الزيادات الضريبية وهو ما كان فحو الرسالة التي وجه محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو وهي رسالة جاءت بعد أيام من تحذير نفس المسؤول من تعرض اقتصاد بلاده لضربة قوية إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخرود المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية شهد معبر رفح اليوم دخول أكثر من 220 شاحنة من بينها سبع شاحنات وقودة كما استقبل المعبر اليوم 25 مصابا فلسطينيا يتم تبعا نقلهم للمستشفيات المخصصة لطلقهم رعاية صحية بها فضلا عن عودة مجموعة من حملت الجنسيات الأجنبية القادمين من غزة وفي طريقهم لبلدانهم من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم تحويل 707 جرحة و438 مريضا للعلاج في الخارج عبر معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة استقبل المطار اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية وبلغ إمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 474 طائرة من بينها 388 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 86 طائرة حملت فودا رسمية وتضامنية عربية ودولية وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة العريشة مراسل التلفزيون المصرية محمود دميل محمود تضعنا في تفاصيل المشهد وعن المساعدات الإنسانية التي ما زالت تصل حتى الآن إلى مطار العريش تحياتي لك ولكل أسادة المشاهدين لزالت المساعدات مستمرة في الدخول عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وأيضا استقبال المساعدات التي تأتي من مطار العريش إذا ما تحدثنا عن معبر رفح اليوم كان هناك حركة لدخول الشاحنات تخطط المائتي شاحنة نتحدث تحديدا عن 117 شاحنة اتجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 109 شاحنة إلى منفذ العوجة كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الجذائية وأيضا المستلزمات الطبية بالإضافة إلى أنه اليوم دخل عبر معبر رفح 7 شاحنات وقود وهذا يعني تطور عن الأيام القليلة الماضية أن يتم دخول 7 شاحنات للوقود نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار بالإضافة إلى أن المعبر لازال أيضا يستقبل أعداد المصابين والجرحة ولكن هناك تطور في استقبال الحالات الإنسانية ما يقرب من أكثر من 120 حالة إنسانية سيتم توجهها إلى تركيا للعلاج هناك لكن ما وصل منها حتى الآن نتحدث عن أكثر من 20 حالة إنسانية وصلوا منذ الأمس وحتى اليوم توجهوا إلى الوحدات السكانية المخصصة للمصابين والمرافقين ثم سيتوجهوا بعد ذلك إلى تركيا للعلاج هناك بناء على التنصيق الذي يتم بين البلدين هذا بالإضافة إلى استقبال عدد من المصابين والجرحة نتحدث عن أن المعبر اليوم استقبل 20 مصاب بالإضافة إلى 25 مرافق لهؤلاء المصابين بالإضافة بالطبع إلى استقبال كل مزدوجي الجنسية أما بالحديث عن مطار العريش ولكن أيضا قبل مطار العريش المعبر اليوم أيضا استقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عقب انتهاء زيارته داخل جزة والتي ذهب إليها أمس وعاد مرة أخرى إلى مدينة العريش بعد هذه الزيارة الهامة لتفقد الأوضاع داخل قطاع جزة أما بالنسبة لمطار العريش استقبل اليوم أيضا الطائرة الإماراتية على مثلها 10 أطنان من المساعدات الجذائية والمستلزمات الطبية ونتحدث عن حركة كبيرة داخل مطار العريش ليس فقط للطائرات التي تحمل المساعدات ولكن أيضا التي تحمل الوفود والزيارات الهامة لتفقد كل الأوضاع هنا على مدر الساعة محمود تحدثت عن دخول ما يقرب من 200 شاحنة عبر معبر رفح البري هل لديك أي معلومات أو تفاصيل عن عما إذا كان هناك معوقات على الجانب الآخر أو تعنت من الجانب الإسرائيلي في استكمال هذه الشاحنات المسيرة حتى تصل إلى الجهات المختصة سواء الهلال الأحمر الفلسطيني أو الأنراء بالتأكيد الهم لازالت المعوقات موجودة من قبل الجانب الإسرائيلي خاصة أن هناك عدد من الشاحنات يعني يتم عودتها مرة أخرى بسبب أن الجانب الإسرائيلي هناك بعض الاعتراضات أو يعني عدم القبول ببعض المساعدات التي قد تدخل إلى قطاع غزة خاصة المساعدات الخاصة بالطاقة يعني أو حتى الخاصة بالأكسوجين أو حاجات الأشياء الخاصة بالمرضى يتم أيضا عودة بعض هذه المساعدات وبالتأكيد إجراءات التفتيش تعرق الوصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني وكل هذه الزيارات التي تتم داخل المعبر وداخل أيضا قطاع غزة الهدف من هذه الزيارات هي الوقوف على الوضع هناك والتعجيل بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسبب أن هناك يعني احتياج كبير للمساعدات الجذائية وأيضا المستلزمات الطبية لعل ما يساعد بشكل أكبر إلى حد ما هو المخيم الإغاثي الموجود في شمال غزة المخيم المصري الذي تم إنشاءه بناء على توجهات القيامة السياسية المصرية هذا المخيم الذي يستقبل حتى الآن أكثر من 1500 نازح من شمال غزة يدم تقديم كل الخدمات الجذائية لهم والمستلزمات الطبية لكن بالتأكيد هناك عدد كبير في قطاع غزة لا يصل إليهم المساعدات الكافية بسبب الإجراءات التي تقيمها قوات الاحتلال الإنسانية أشكرت شكرا جزيلا محمود دميل مراسلة تلفزيون المصرية كنت معنا من مدينة العرش السادسة متوصلة على شاشة تلفزيون المصري وتتابعون فيها مجلس الأمن يدعو قوات الحوثي محر الأحمر والأخيرة تتوعد بالمزيد حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أعلن عبد الملك الحوثي زعيم قوات الحوثي في اليمن في كلمة متلفزة أن أي هجوم أمريكي على اليمن لن يمر دون رد وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه قوات الحوثي سفينة أمريكية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ وأكد أنهم صاروا أكثر عزما لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن يتراجعوا عن ذلك دعا مجلس الأمن الدولي في قرار إلى وقف فوري لهجمات قوات الحوثي على سفن في البحر الأحمر القرار سغطه الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت وقد أدان القرار بأشد العبارات الهجمات التي لا تقل عن أربعة وعشرين واستهدفت سفنا تجارية منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي ويطالب القرار بأن يضع الحوثيون فورا حدا للهجمات التي تعقل التجارة الدولية وتقود حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة وشدد مجلس الأمن في قراره على احترام القانون الدولي مشيرا إلى أنه أخذ علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضد الهجمات من جانبها طلب الطل مندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بوقف هجوم قوات الحوثي على السفن بالبحر الأحمر مشيرة إلى أن تهديد حرية الملاحة يعد تحديا يتطلب استجابة دولية التهديد الذي تتعرض له الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا يتطلب استجابة عالمية إن المدى الأساسي لحرية الملاحة على حفة الخطر ويحتاج الحوثيون وكل من يساعدهم إلى سماع رسالة واضحة من هذا المجلس بأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف هذا وقد أرجعت روسيا السبب في الوضع الراهن في البحر الأحمر إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وحذر مندوب روسيا لدى مجلس الأمن من أن يمهد ذلك لتوسيع الصراع قيميا أود أن أؤكد مرة أخرى أن هذا القرار مسيس ولا يمكن المنظر إليه على أنه يطفي الشرعية على العمليات في البحر الأحمر التي يقوم بها ما يسمى تحالف حارس الازدهار التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي السيناريو الكارثي جراء هذا القرار سيكون تصعيد استخدام القوة في البحر الأحمر وسيخلق ذلك أيضا الظروف لإشعال صراع إقليمي أوسع أكد وزير الخارجية سامح شكري ما توليه مصر من اهتمام بالغ باستقرار منطقة القرن الأفريقية ومتابعتها للتطورات الجارية وخلال لقائه نظيره الإيرتري عثمان صالح بالعاصمة أسمر بحث الطرفان بشكل مفصل مشروعات تعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين وأتمل اتفاق على قطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات والتي تشمل مجالات البنية التحتية والصحة والتدريب والمصائد السماكية وغيرها ومن جانبها أعرب وزيره الخارجية الإيرتريية عن اهتمامه بمتابعة تشاوره مع مصر حول مختلف القضايا المرتبطة بالقارة الأفريقية ومنطقة القرن الأفريقية على وجه الخصوص حيث جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت محددات موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق حوار وطني سوداني شامل جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيت مبعوث سكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة الذي أعرب عن تفاهمه الكامل لتلك المحددات حيث أطلع الأمين العام على رؤيته للتكليف المنطبي والذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهة النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف إطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها نفى مسؤول عسكري أمريكي قيام جيش بلاده بتنفيذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ قرب قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق قال مسؤولاني بالجيش العراقي إن ضربة جوية أمريكية على منصة إطلاق صواريخ في وقت المتأخر يوم الاثنين أحبطت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية قال عبد الرحمن باديو كبير مستشار رئيس الصومالي لشؤون السلام والمصلحة إن المذكرة الموقع بين إتيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية تشكل تهديدا كبيرا للصومال وإتيوبيا وسكان القرن الأفريقية فضلا عن منطقة البحر الأحمر وعشر المسؤول الصومالي لأن الاتفاقية تعيد احتمال إحياء المتطرفين والحركات الإرهابية لافتا لأن الصومال قرر بناء العديد من الموانئ على طول سواحله لتعزيز العلاقات التجارية مع إتيوبيا في أربع ولايات فيدرالية وذلك كبادرة لتعزيز حسن الجوار معاكدا أن إتيوبيا لجأت لمخطة مخالفة ومعتدية على سيادة الصومالية وذلك من خلال محاولة الاستفادة من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي ودعمها في هذا الاتجاه مقابل الحصول على ميناء إمباراتها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يحدث في ميناء السخنة يعد معجزة هندسية حقيقية وخلال مؤتمر صحفية في ختام جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أشار مدبولي إلى أن ميناء السخنة سيكون من أهم المواني العالمية بما يمتلكه من إمكانات ومناطق لوجستية اللي بيحصل في ميناء السخنة النهاردة هو معجزة هندسية حقيقية إحنا بنتكلم على ميناء حيكون إن شاء الله من أكبر المواني على مستوى العالم مش بس في المنطقة بتاعتنا بنتكلم على 18 كيلو أطوال أرصفة عشان تخدم كل أغراض عمليات النقل واللوجيسيات والأهم الحقيقة إن النهاردة وإحنا بنشتغل وبنخلص الميناء بيتم بالتوازي معها التعاقد مع أكبر شركات في العالم للشحن والتجارة الحويات وبيدخلوا معنا وبيستلموا الأرصفة والمناطق المختلفة اللي موجودة في الميناء علشان إنهم يبدأوا على طول التشغيل يعني إحنا بنبني الميناء وبننشئه وفي نفس الوقت بالتوازي معاه بيتم تشغيله على طول الأهم زي ما حضركم تبعته إن الميناء مش فقط الميناء ولكن المناطق اللوجيستية اللي معاه ومن أول لحظة أيضاً الميناء بيتم التخديم عليه بشبكة متكملة وعلى أعلى مستوى من الطرق وشبكة سكة الحديد وهنا أنا أتكلم عن سكة الحديد حاجتين سكة الحديد الطبيعية اللي هو قطارات الديزل وكمان القطار السريعي الكهربائي اللي حيبقى موجود وبيخدم على المحور اللوجيستي الأكبر اللي إحنا كمصر بنقول إن ده حيبقى هدية مصر للعالم اللي هو من ميناء السخنة إلى ميناء اسكندرية وإن هو يقدر أنه يطلع كمان لغاية العالمين ومطروح قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شملت ستة مصانع مختلفة بالمنطقة أضف مدبولي أن الجولة تضمن تفقد مصنع الحديد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط لفتاً إلى استعراض التوسعات المستقبلية مع مسؤولي الشركة حيمكن إحنا زورنا النهاردة ست مصانع مختلفة جوى المناطق منطقة الصناعية بتبدأ من مستوى الصناعات السقيلة اللي هو مصنع الحديد اللي إحنا شفناه واللي بيعتبر يمكن بينتج أو أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط في طاقاته الإنتاجية بطاقة تتجاوز الستة واثنين من عشر مليون طن سنوياً ده أكبر مصنع على مستوى منطقة الدول العربية والشرق الأوسط والأهم إن هذا المصنع كان بيعرض علينا توسعاته كمان اللي هتحصل في خلال السنتين ثلاثة اللي جاية عشان يضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً وينوع المنتجات اللي هتطلع عشان تخدم الصناعة المصرية وكمان يخدم التصدير حضركم المصنع اللي إحنا كنا فيه طبعاً صباحاً ده بيصدر بحوالي واحد ونصف مليار دولار سنوياً النهاردة في طاقاته انتقلنا بعدها لنوعيات أخرى من الصناعة والصناعات وصناعات برضو الدولة المصرية محتجاة صناعات متوسطة وصناعات صغيرة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتضمن مشروعات استثمارية أجنبية كبيرة بالتعاون مع الدولة المصرية ولفت مدبولي إلا أن العاملين في المصانع التي شملتها الجولة هم من الشباب من كل التخصصات والذين يعملون مقابل رواتب لائقة هناك استثمارات أجنبية كبيرة جداً من دول كتيرة جداً الصين وتركيا ودول أوروبا والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر كل اللي عاملين في هذه المصانع شباب مصري وشباب يفرح وبيشتغل من كل التخصصات خريجي جامعات المعاهد المتوسطة حتى المدارس الفنية كلهم هم اللي بيعملوا رواتب لائقة جداً ليهم والحمد لله وخدمات على أعلى مستوى الأهم اللي أنا سمعتم كل أصحاب المصانع أن الأزمة الاقتصادية اللي موجودة دولتي كانت فرصة رائعة ليهم أن هم يعمقوا نسبة المنتج المحلي ويركزوا أن هم بدل ما بيستوردوا مستلزمات الإنتاج بقوا بيصنعوها النهاردة جوا مصر عشان كده تدت المصانع دي كلها بيكلموا على نسبة مكاوم محلي كبيرة جداً والأهم أنها معتمدة تبقى للمواصفات والمعايير العالمية لأن كلهم بيصدروا برا هو ده المستقبل بتاع مصر الحقيقي أن نشجع هذه النوعية من الصناعات وأن نسهلهم ونيسرهم الإجراءات ونشجعهم على التوسع والشراكة مع الشركات العالمية الكبيرة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ما تليه الدولة من الاهتمام بتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجرها في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استهلها بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الدخيلة والذي يأتي في إطار ثوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الإسكندرية اللوجستية المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع حياة إيجبت للمنتدات الصحية ضمن نطاق المطور الصناعي الأوراسكوم لمناطق الصناعية شاملت دولة رئيس الوزراء تفقد مخزن المنتدات الأولية ومنطقة الصوامع وخط الإنتاج الرئيسي وغرفة التحكم وخط التعبئة والمخازن النهائية وشاهد أعينات من المنتدات ويعتبر توالد المصنع في منطقة الصخنة الصناعية أحد أهم عوامل دعم وانتشار منتجات الشركة نظرا للموقع الاستراتيجي المميز الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية كما أقام رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية بالسخنة وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من مكونات المصنع الذي يقام على مساحة 1350 متر مربع ومراحل التصنيع به وشملت الجولة خط إنتاج السماعات اللاسلكية وخط إنتاج الموبايلات وخط إنتاج الساعات الدجتال فضلا عن تفقد نماذج للمنتجات النهائية وفي ختم تفقد للمصنع ناقش مدبولي مع مسؤولي المطور الصناعي تيدا أسألة الجودة للمنتجات لضمان تحقيقها ميزة تنافسية مع المنتجات العالمية المتيلة وخلال جولته بالمنطقة الاقتصادية للقناة السويس ستفقد رئيس الوزراء ومرافقه مصنع سيراج فيلر لإنتاج أجهزة الإضاءة ضمن النطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية وخلال زيارته للمصنع أجرى رئيس الوزراء حوارا مع العاملين بالمصنع واستعرض بعض منتجات المصنع وتفقد خطوط الإنتاج واستمع كذلك إلى شرح المختصر عن دورة الدهان الحديث بنظام النانو سيراميك وأهم الاختبارات التي يتم تنفيذها بمعامل المصنع للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية نهضة عمرانية وعقارية كبيرة شهدت مصر خلال عام 2003 وتجربة واعدة نفدتها الدولة في مكال الإسكان كانت محطة إشارة واسعة المزيد في العرض التالي مع رجاء رمزي أهلا بكم شهد العام 2023 استمرار الجهود من أجل مواصلة النهضة العقارية التي بدأتها الدولة منذ العام 2014 الأمر الذي أدى إلى أن تكون التجربة المصرية العمرانية محطة أنظار الخبراء في مختلف دول العالم قطاع الإسكان قطاع حرصت فيه الدولة على تكثيف العمل على مختلف المحاور في آن واحد مثل محاور الإسكان الاجتماعي المتميز والفاخر وكذلك طرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية واستمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولا واسعا من المواطنين ومنها مبادرة بيت العائلة كما حرصت الدولة على إنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب وصرف الصحي ذلك استمرارا لتحقيق النهضة في المشروعات الجارية تنفيذها كذلك تنمية المدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة بالفعل على صعيد الاستثمار في القطاع العقاري فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية من خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 إذا ما قررناها بنفس الفترة من العام 2022 بنسبة تجاوزت 42 في المئة كما تضاعف الإقبال للحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع العام 2023 بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة بمساحة تصل إلى 3560 فدانة توفر 150 ألف فرصة عمل كذلك بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعا في ثماني مدن جديدة بمساحة تصل إلى 15300 فدان توفر 310 ألف فرصة عمل أما على صعيد المدن العمرانية الجديدة فقد بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة بمساحة تصل إلى 2.3 مليون فدان يقتنها حاليا أكثر من 11 مليون نسمة من المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلة المدن الجديدة التي تم بناؤها تضم مناطق صناعية بمساحة تصل إلى 152 ألف فدان حيث يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة وذلك خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه كل ذلك انعكس على رؤية المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي الذي أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مصر يعد الأكبر على مستوى العالم ويساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكانية التي تعاني منها فئة محدود الدخل بالنسبة تصل إلى 60 في المئة كما أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر تجربة فريدة من نوعها الأمر الذي حفز اختيارها لاستضافة المنتوذة الحضرية العالمية في دورته الثانية عشر في العام الفين واربعة وعشرين هكذا انتهى العام الفين ثلاثة وعشرين إلا أن العمل لإقامة دولة عصرية حديثة لم ينتهي من خلال تواصل الجهود لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات العملاقة التي تسهمه في مواجهة التحديات القائمة فضلا عن المساهمة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية شكرا لكم الآن مشاهدين المتابعة مع أنباء المال والأعمل والتفاصيل مع فاطمة خليل إليك فاطمة شكرا إلهم نمر شكرا إيمان منصور أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أعلنت وزارة النقل أن محطة تحية مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية استقبلت سفينة الحاويات العملاقة CMA-CGM نيفادا يبلغ طول السفينة نحو 366 مترا وعرضها نحو 48 مترا بغاطس يصل إلى 15 مترا وحمولتها الكلية نحو 150 ألف طن بما يعادر 12 ألف حاوية مكافئة وستتداول بالمحطة نحو 1530 حاوية وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإختارة بأنه من المخاطط لسفينة العملاقة نيفادا الرسو بالمدينة باتقاد كافة الإجراءات الاستباقية لازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النواية من السفن ذات الغواطس الكبيرة وفي سوق المال أنهت البرصة المصرية تعملات الجلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مال التعاملات العرب للباية وسط تداولات بلغت نحو 3.800.000.000 جنيه ربح رأس المال السوقي نحو 5.000.000 جنيه ليغلق عند مستوى 3.780.000.000 جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 25.519 نقطة كما ارتفع مؤشر شركات صغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 11% ليغلق عند مستوى 5.955 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 8.479 نقطة في اسواق البيترول العالمية ارتفعت اسعار النفط بعد اعلان شركة بريطانية لامن الملاحة البحرية عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطانة عمان زادت العقود الاجلة لخام برينت بنسبة 22.24% ليصل الى 78.52 دولار و 52 سنت للبرميلة كما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تاكسيس الوسيل بنسبة 2.52% ليصل الى 73 دولار و 17 سنت للبرميلة فيما ارتفعت اسعار المزوط العالمي بنسبة 1 من 100% ليصل الى 3 دولارات والسنت للتر هذا وانخفضت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26 من 100% لتسجل نحو 3 دولارات و 3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو قطاع الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030 لكنها رهنت ذلك ببدل الحكومات المزيد من الجهود وقالت الوكالة ان القدرات الجديدة التي اضيفت العام الماضي في قطاع الطاقة المتجددة زادت بمقدار 50% مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة النحو 510 جيجا واط ووفقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة امثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الاحبري لكن لم يتم الاتفاق على الية لتموين التحول الى الطاقة النظيفة في الدول النامية في الولايات المتحدة زادت اسعار المساهلكين باكثر من المتوقع في ديسمبر حيث وصلت الاجارات توجهها السعودي بما قد يؤخر خطوة تتوقعها الاسواق لخفض اسعار الفائدة في مارس ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة ثلاثة من عشر بالمئة في الشهر الماضي كما كشفت وزارة العامل الامريكية ان طلبات الحصول على اعانة البطالة المقدمة لاول مرة تراجعت بمقدار الف طلب الى مائتين واثنين الف طلب في تقدير معدل ليعكس العامل الموسمية للأسبوع الماضي مشاهدين انهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة اخرى لالهام وايمان لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاتيما وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا الى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بابرز ما جاء بها من عنوين الرئيس السيسي ورئيس الزراء بريطانيا يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة ويشددان على ضرورة العمل لتجنب التوسيع دائرة الصراع بالمنطقة امام محكمة العدل الدولية اتهمات بالجملة لاسرائيل بارتكاب ابادة دماعية في غزة اسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة وقوات الاحتلال تواجه هزة من الداخل بشأن نتائج العدوان ختموا نشرة سادسة اتتكم من التلفزيون المصرية شكرا للمتابعة وضمتم في امان الله اشتركوا في القناة